السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم دروس معكم سامير دائما في دورة امازون كيندل لنشر الكتب اليوم ان شاء الله الدرس المبرمج الذي برمجته منذ مدى طويلة هو كيفية انشاء غلاف احترافي لكتابك بسهولة على برنامج ادوبي قمت في السابق بشرح كيفية القيام بانشاء غلاف عن طريق موقع الآن سوف اشرح موقع او برنامج ادوبي كيف نقوم بانشاء غلاف جيد احترافي بطريقة بسيطة بدون ان تكون لديك معرفة كبيرة بإلستراتور مع انها ستكون جيدة اذا كانت لديك لكن ان شاء الله بعد هذا الدرس ستتمكن من معرفة الطريقة التي سوف تقومون بانشاء اغلفة الكتب على برنامج إلستراتور وشخصيا هذا البرنامج هو البرنامج المفضل الذي في انشاء اغلفة الكتب وهو الذي استعمله دائما منذ بدأت على موقع امازون كيندل بدون ان انطلع عليكم شكرا لكم على المتابعة مسبقا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو اذا اعجبكم الدرس فلنبدأ الدرس على بركة الله اذا اخواني اخواتي اول خطوة طبعا هي تحديد مقاس الكتاب او يعني عدد صفحات كتابك وحجم الكتاب طبعا لتحديد الكتاب او مقاسات الكتاب سوف تقوم بتحميل التامبليت او الكافر تامبليت الذي تريده على موقع امازون كي دي بي امازون ستقوم بكتابة كي دي بي تامبليت كما شرحت في درس كانفا سابقا وتضغط على هذا الموقع الخاص بامازون كافر تامبليت فلنفترض مثلا اننا نريد انشاء يعني غلاف كتاب عادي مذكرة مثلا عادية ستة على تسعة وبعدد صفحات مثلا مئة وعشرين صفحة ثم نقوم بعمل اذا سوف نقوم بتحميل هذه التامبليت ثم سوف نقوم بفتحها وسوف احتفظ بها هنا في يعني الاسفل بعد ذلك ساقوم بفتحها الان ساقوم بفتح هذا الفولدر ستة تسعة تلاحظون عندي ملفين عندي ملف في اي تامبليت تقوم بتحميلها فيها ملفين ملف بي دي اف تامبليت بي دي اف وملف بي اين جي الذي يهمنا هو هذا الملف ملف البي اين جي ماذا سنفعل؟ طبعا عندنا برنامج ادوب اليستريتر كما ترونها هو عندي نسخة سي سي الفين وتسعة عشر قد تكون اي نسخة لا يهم سوف اقوم بهذه الطريقة طبعا يجب ان تتبعوا هذه الطريقة لكي لا تكون لديكم اي مشكلة في القياسة الطريقة هي انك ستقوم باخذ هذا الملف بالطبط ملف 6.9 البي دي اف وليس البي اين جي اكرر البي دي اف وليس البي اين جي وتقوم بعمل click and drag بفتحه في الادوب اليستريتر او تقوم برميه في سطح المكتب بعد ذلك تقوم بفتحه في الادوب اليستريتر كما ترون اذا هذا ما سأقوم به سأقوم بclick and drag ثم ارميه على الادوب اليستريتر وسوف يفتح معي تلقائيا وهذا التمبليت هو الذي سيكون قاعدة العمل الخاصة في انشاء الغلاف وهو الذي سيكون محدد القياس بالنسبة للكتاب ولن اجد اي مشكلة في القياسة طبعا لن احتاج لكي ادخل اي قياسات من اي موقع وسيط او اي شي فقط هذه الطريقة كما ستلاحظون معي بعد ان يقوم البرنامج بالظهر وان شاء الله سيكون الامر جيد سهل يتبعه فقط هذه الطريقة ولن تجده اي مشكلة في القياسات اذا سوف يعطيك هذه النافذة تقوم بعمل اوكي ثم يقوم بيعني اعطائك خيار الالوان رجي بي او سي ام واي كي طبعا لست بتتشرح الفرق بين الارجي بي او السي ام واي كي السي ام واي كي هي خاصة لي اه يعني الامور التي تعد للطبع في هذه الحالة نحن نعد هذا الكتاب للطبع بالتالي يمكن ان نختار سي ام واي كي لكن حتى اذا اخترت ار جي بي لن يكون هناك فارق كبير في الالوان بالتالي تختار ايهما تريد فلنذهب مع خيار سي ام واي كي لن يؤثر هذا على طريقة العمل وطريقة انشاء الغلاف بعد ذلك طبعا سوف يظهر معك التمبلت هنا كما ترون هذا هو التمبلت الذي سوف اشتغل عليه في يعني الالوستريتر وهو الذي سيكون البيس او القاعدة التي سوف انشئ عليها الكتاب كما ترون طبعا مع ذينا مسبقا قد يكون يعني العمل على البرنامج تقيل شيئا ما لان مع التسجيل واصلا برنامج اليستريتر يعني ثقيل نوعا ما على الحاسوب فا احتملوني اذا هذه هي الكافر في بعض الاحيان قد يكون الكافر كبير جدا ما عليك الا تصغير مساحة العمل من هنا في الاسفل اذا كانت كبيرة ستجد مئة في المئة او تمانين فاقوم بتصغيرها الى ان يعني يكون الغلاف كله يظهر لك في هذه النفذة طيب ما الخطوة الاخرى ساقوم بتغيير يعني فقط شكل ظهور اللوك على البرنامج الى اسنشل اللي كتظهر معي طبقة اللايرز هنا لان هذه الطبقة المهمة التي سأشتغل عليه طيب الخطوة الثانية الخطوة الثانية اولا ساقوم بتسمية هذه الطبقات اللايرز هذا اللاير الذي عندي هنا سوف اسميه cover template او kdp template او اي شيء فقط انقر نقر ثم اسميه kdp template لان سيكون عندي كثير من الاربع او خمس طبقات بالتالي احتاج ان اعرف كل طبقة ماذا فيها وهذا يعني من باب التنظيم فقط طيب الخطوة الثانية ساقوم بعمل new layer سأتي الى هذا المربع ثم اضغط عليه لانشاء طبقة جديدة هذه الطبقة سوف تكون اسفل kdp template ساخذها واجرها لاسفل kdp template ساسميها background background هذه الطبقة هي التي سوف تحتوي على يعني ستكون الخلفية الرئيسية او الاساسية للغلاف الخاص بي طيب بعد ذلك ماذا ساقوم به طبعا ساقوم باخذ هذا هذا الريكتانجل تول اضغط عليه ثم ساحدد الالوان هنا سأضغط الفيل كالر ساجعله بالاسود فقط يعني اوليا ثم ساقوم بالغاء الستروك ثم ساتي الى تلاحظون عندي الguايدلاينز هنا بالازرق عندما ااتي الى الحواف تساعدني على يعني تنسيق كتابي بشكل جيد سوف اضغط هكذا وابقي يعني اسبع على الفأرة لكي انشئ يعني خلفية مطابقة تماما للتمبليت ثم بعد ذلك اترك يعني الفأرة طبعا الخلفية لا تظهر لانها في الاسفل اذا ضغط على هذه الزر العين في الكتابي تمبليت لكي اخفيها سوف تظهر معي التمبليت طيب بعد ذلك ساقوم بطبعا هذه التمبليت يمكن لي ان احذفها الان ليس عندي يعني ليس عندها غرض لان لدي لدي الكافر الخاص بهذا هو الكافر الخاص بهذه الخلفية ساقوم بالعمل عليها لكن لن اقوم بحذفها لماذا لانه سيكون عندها غرض اساسي الغرض الاساسي الذي سيكون لديها هو اني ساعرف بها يعني كيفية الفصل بين الجزء الجزء الوجه الاول الأمام للغلاف وبين الوجه الخلفي لان اذا حدفتها الان لن اعرف بالضبط اين يعني منتصف الكتاب والتالي لن يأتي تصميمي في المتصف فسأتركها لكن سأقوم طبعا لن أستطيع أن أعمل هكذا لأنها ستقوم بإخفاء الباكراون ماذا سأفعل سأأتي لللاير أضغط على الكافر تامبليت هنا ثم سأبحث عن ما يسمى بالأوباسيتي درجة الأوباسيتي سأأتي لبروبرتيز هنا بروبرتيز ثم تلاحظون الأوباسيتي 100% سوف أغير الأوباسيتي إلى 30% لكي تكون شفافة تلاحظون أن تظهر معي الخلفية وتظهر الكديبي تامبليت بشكل جد جد شفاف بحيث أنني سوف أستطيع أن أرى من خلالها لكن يجب أن ألغي هذا التامبليت أو هذا اللير من العمل بدون أن أحذف التامبليت كيف سأقوم بذلك سوف أقوم فقط بالضغط على هذا المكان المربع الفارغ لكي يظهر معي حتى يظهر معي هذا القفل بعد ذلك تصبح يعني هذه التامبليت كأنها ليست موجودة تلاحظون الآن الذي هو سيلكتد هو هذا اللير هو طبقة الباكجراوند وليس طبقة التامبليت إذن هذه هي الطريقة بكل بساطة سوف أتركه هنا ثم عندما طبعا لا أريد أن يظهر سأضغط على العين ثم سيختفي طيب الآن سوف أشتغل على هذه الباكجراوند الخطوة الثالثة سأقوم بإنشاء لاير ثالث هذا اللير سيكون فوق الباكجراوند سأضعه فوق فوق الباكجراوند وفوق التايتل سوف أقوم بإضافة الصور الخاصة به أو الفيكترز التي سوف أضعها على الغلاف سأسميه فوتو مثلا أو بيكتر أو أي شيء ثم بعد ذلك اللير الرابع الذي سوف نحتاجه هو لاير النص لاير الكتابة فسأسميه لاير التكست يعني عنوان الكتاب طيب إذن الآن المرحلة الثانية هي مرحلة البحث عن صورة للكتاب طبعا أنا قمت به هذا مسبقا ذهبت لموقع سوف نقوم بتصميم غلاف لمذكرة عادية بحثت كتبت أعطاني مجموعة من التصاميم الخلفيات الجميلة التي فيها الورود وهذه الزهور هكذا ثم أقوم بتحميل هذه الخلفية سأقوم بفتحها الآن في Adobe Illustrator طبعا تفتح الملف الذي حملته من FreePick ثم تفتح هذا الملف الذي هو IPS ليس Adobe الملف العمل وليس صور الGPEG سوف نفتح هذا الملف اللي هو الملف الأصلي إذن سوف نقوم بفتحه الآن إذن هذا هو ملف الذي قمنا بفتحه على نفس البرنامج سوف نقوم بأخذ هذا الملف ونقوم بجعله خلفية لمذكرتنا طبعا لن أقوم بالتطويل في التصميم لأنني أردت أن أشرح فقط مبدأ كيفية إنشاء الغلاف لكي لا يطول الدرس طبعا ويبقى مبدأ التصميم هذا مبدأ شيء إبداعي خاص بكل شخص طبعا من شخص لآخر فهذا ليس غرض الدرس الغرض الأساسي هو كيفية إنشاء الكتاب بشكل جيد وبدون أخطأ في القياسات الجزء الأول المهم الخاص بالقياسات قمنا بشرحه كما قلت تتبعوا فقط الطريقة التي قلت ولن تجدوا إن شاء الله مشكلة في القياسات سأخذ هذا التصميم طبعا تلاحظون فيه في الأسفل طبعا أذكر أن موقع ليس مجاني إذا أردت أن تأخذ التصميم بشكل مجاني فتحتاج أعمال تحدثت عن موقع بالتفصيل في البودكاست رقم واحد المتعلق بالإجابة على الأسئلة فأراجعه هناك أنا عندي اشتراك في 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 يعني لذلك أرجع إلي في هذه التصاميم طبعا تلاحظون هناك اللوغو الخاص هنا سأقوم بحذفه لكي لا يظهر لا أحتاج عمل ثم سأخذ هذا التصميم سأقوم فقط بالضغط عليها كذا على فرض أنني أعدل فيه أي شيء أما إذا أردتم التعديل فيمكن التعديل على ويعني هذا أيضا قمت بشرحه في درس آخر كيفية التعديل على الفيكتورز أو يمكن أن تبحثوا في اليوتيوب سأتي الآن إلى الجزء الخاص بالغلاف طبعا أول خطوة تأكد أنك على لاير الفوتوز ليس على لاير التامبليت أو الباكدراوند تأكد على أنك على لاير الفوتوز اضغط على لاير الفوتوز ثم قم بلس كنترول في للتصميم الذي أحضرته أو الفيكتوري الذي أحضرته من النافذة الأخرى طبعا كما قلت يعني مع درافة البرنامج يعني صار ثقيلا مع التسجيل إذن كما تلاحظون ها هو الفيكتوري الخاص بنا يعني بدون بدون خلفية كما أحضرنا كما رأيتم في يعني في النفذة السابقة سوف أقوم يعني بتنسيقها لكي تأتي متناسقة مع جميع الكتاب سأقوم بالضغط على shift في الكيبورد وفي نفس الوقت أعدل بزر الماوس حتى يعني يصير أو تصير ال background بالشكل الذي أريده هذا إن أردت أن تأتي بشكل منسق وإلا لا تحتاج للضغط على shift أصلا إذن طبعا كما ترون بهذه الطريقات سوف أأتي سوف أأتي لل background سأقوم بالضغط على أأتي لل photo لأن الفوتو على background وبالتالي لا أستطيع الضغط على background فسأقوم بالضغط على زر القفل لكي يصبح هذا اللير معطلا حتى إذا سنى للتعديل على background سأضغط إذن الآن على background وأغير اللون لأي لون أريد مثلا أنا أريد هذا اللون أي لون تريد أن يكون عليه يعني لون الغلاف غلاف الكتاب الخاص بك يمكن أن تعدله بكل بساطة ليس هناك أي مشكلة طبعا لست أدري لماذا لا تشتغل هذه الآية اشتغلت سأختار أي لون يعني ليس غرضنا الآن غرضنا الآن اختيار الألوان سأختار هذا اللون مثلا الخطوة الثالثة طبعا سأفك القفل عن background الآن ثم الخطوة الثالثة سوف أأتي طبعا دائما إذا أردت معينة التصميم سوف أضغط على سأأتي لكي دي بي تمبلت ثم أضغط على العين حتى أرى الخلفية لكن لن تظهر فسأقوم برفعها يجب أن تكون فوق الفوتو اللي كي تظهر معي خلفية كي دي بي تمبلت كما ترون هي الآن تظهر معي إذا أردت أن أرى كيف يظهر التصميم خلف الكتاب فسأقوم بيعني الآن إعادة إخفائها ثم أتي للتكست وهنا تظهر أهمية لأن التكست أو النص العنوان سوف يكون منسق يحتاج أن يأتي في الوسط وبالتالي لن أعرف هل هو في الوسط فعلا أم لا إلا عن طريق معاينة التمبلت وراء التكست سأقوم بكتابة نص ما كيفما كان هذا النص مثلا سأكتب لست أدري سأكتب شيء ما سأقوم بقفل جميع اللاير جميع الطبقات سأقوم بقفلها حتى أكتب النص الذي أريد ثم أعيد فتحها إذن سأكتب نص معين مثلا سأكتب planner أو سأكتب مثلا 2020 planner مثلا يعني فقط كمثال سأكتبها بال سأختار الآن ثم أضغط على shift في لكي أكبر النص بشكل متناسق هكذا طبعا لكي يظهر النص بشكل جيد لن يظهر فوق هذه الخلفية لا أريد أن يظهر فوق هذه الخلفية هكذا ماذا سأقوم به الآن سأأتي إلى الفوتوز مجددا سأقوم بفتح القفل وسأأتي إلى rectangle tool سأختار الدائرة ellipse tool سأضغط على alt في الكيبورد لكي أقوم بإنشاء يعني دائرة alt و shift في نفس الوقت بهذا الشكل ثم أترك الماوس لكي أتحصل على دائرة هذه الدائرة سأقوم بتلوينها بنفس لون الخلفية سأقوم بفتح القفل دائما ثم أأتي إلى لون الخلفية ما علي إلا أن أضغط أختار هذا eyedrop dropper tool ثم أضغط على لون الخلفية وستصير يعني الدائرة أيضا بلون الخلفية سيعطيني هذا التأثير الجيد الآن 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 كيف سأعرف أن هذه الدائرة في الوسط كما قل سوف أترك سوف أأتي يعني بالكيد بي تمبلت الكافر ثم أضغط على العين كي يظهر معي من الأسفل حتى أعرف بالطبط أين أضع الدائرة بشكل منسق هكذا الآن تظهر يعني هي تقريبا في الوسط ثم التكست الخاص سأقوم بإحضاره إلى هنا أما سأكتب مثلا أستطيعا أكتب 2020 planner بهذا الشكل سأصغر قليلا لكي يظهر داخل الدائرة بعد ذلك سأقوم لكي يظهر معكم التصميم بإغلاق أو إخفاء الآير ثم سأكتب ما أريد يعني سألون هذا النص بلون متناسق أكثر مع الخلفية هنا سأقوم بتغيير الفاونت طبعا الفاونت ليس جيدا يعني ليس جيد سأضيف نص هنا مثلا أو شيء من هذا القبيل المهم سأعدل على الغلاف كما أريد لن أعدل الغلاف الآن لا أريد أن أصمم غلاف ليس هذا غرض الدرس غرض الدرس هو كيف تصمم الغلاف طبعا لكي تحفظ هذا الغلاف الآن أهم خطوة الآن أهم شيء هو بعد أن تتأكد من أن كل شيء جيد تمام تلاحظ أن النص وكل شيء في الوسط ستقوم بحذف هذا الكي دي بي تمبليت نهائيا لا تتركه في التصميم النهائي في الملف النهائي أبدا لأنه ستجد مشاكل عند الرفع سيقولون لك أنه ستظهر لك التمبليت وإن قمت بإخفائها سوف تظهر لك وراء الغلاف وسيطالبونك بإعادة الرفع قبل أن أقوم بعمل سأقوم بعمل ضغط على اللاير وأقوم هنا لكي يحذف اللاير نهائيا لأن ليس لدي إلا اللاير النص والفوتو الذي هو الصورة والباكجراوند الذي هو الخاص بالغلاف الذي أنشأته ثلاث طبقات فقط بعد ذلك سوف أأتي إلى لحفظ الكتاب وسأضغط على أما من الكيبورد أو سأأتي إلى فايل ثم أضغط على save as كما ترون الإختصار هو shift control s وسأقوم يعني بحفظ التصميم يعني بشكل pdf كما ترون هنا pdf فقط يعني هكذا ثم أقوم بعمل save طبعا سأغير الإسم لأنه قال أن أخذ الإسم سأقوم بتسميته أي شيء فقط من أجل يعني للتجربة فقط لا غير ثم ألغط على save ألغط على save pdf إذن هذا هو الغلاف pdf الذي قمت بإنشائه بسرعة يعني وهذا هذا مثال لغلاف قمت بإنشائه أيضا بنفس الطريقة فقط عدلت غيرت النص وغيرت يعني العنوان قليلا طبعا كما قلت التصميم يبقى عمل إبداع أنا أقوم فقط بعمل تصميم سريع لكي أريكم مبدأ إن شاء التصميم تصميم الأغرفة على Adobe Illustrator وطبعا هذا كل ما في الأمر أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم إخواني أخواتي شكرا لكم على متابعة الدرس إن أعجبكم المقطع ضغطوا على زر الإعجاب وإن كان لديكم أي استفسار أو أي إشكال فلا تترددوا في تركه في الكامنت في أسفل الفيديو فأنا أجيب على جميع التعليقات وشكرا لكم على المتابعة وإن شاء الله إلى درس قديم بإذن الله